جزول متى الحوال متى تيقم ان شاء الله كم تكونوا بخير وصحاتكم تكون لها بس الفيديو الثاليوم مليء بالافكار شاركتكم طاولة رمضانية مليئة بالوصفات ان شاء الله خليوهم الرمضان شاركتكم تنظيم تحفيز ان شاء الله يا ربي في القناة تعيذ ما تلقوا غير الوصفات والتنظيم والتحفيز والافكار مرحبا بكم ثاني في الانستغرام بتاعنا هاجر جيجا ما تنسوا الجامل الفيديو بشي لحكم الجديد اذا اعجبكم الان اول حاجة اليوم رح نديرها معاكم رح ننعتلكم كيف رح ننظم تحت البوتاجي انتعي بشتديوا معايا افكار تحت البوتاجي انتعي ما كانش عندي منظمات كان كلش محطوط يعني كانت كركبة في كركبة وليس باس ما كانش يعني وليت نحط الحوايج فوق بعضاهم ولا تباشعة كي نحلو تضربني الغمة على بني بلي كاميرا كم كيفي تكون الدنيا مكركبة تضربكم الغمة رأسكم يدور شوفوا اول حاجة نحيت وش كان فيه كي ما شدتوه درت البابيل هذا درت الألمنيوم الجعب هذا هو ما يكتر ما وليهم يحبي كابش يجيء باهي ويجيء كام قي خير وخر وشريت هذا هذو يا البنت شريتهم مئة الف هذا جيتا على 4 ولي قلي منه نورما 65 لفتاك كينتع ثلاثة وكينتع زوز هذو 4 نورما يجيو 4 على بعضهم وفيها الربط يكمل تحت انا يا منيشو نحطهم على 4 ونحطهم غير على زوز هذو يا البنات تقدروا تحطوهم لبرودوي انتاعكم تقدروا تحطوهم وراء الباب تحطو فيهم القضية انتاعكم ماهيش بطبيعة الحال خضرام خاطر شرام مفتوحين اذا حضروا فيهم خضرام هم شح يزوركم بزاف المهم شوفوا انا كيف هدرتهم حطيت زوز في جيهة وزوز في جيهة كفكرة انا بارتجي معاكم الافكار انتاعيب على هدرتهم كما هكا بشك يبانوني اذا عما اي برودوي نحب نجبدو نجبدو منا او من يبانوني او محططوهم شو مبحت بعضاهم وبطبيعة الحال ما نجمش نحط ربع فوق بعضاهم تحت البوتاجيرا بصغير حطيت هذك البيدون اللي فيه السائل تحت تنظيف الماشينو بتاع القش غسول تاع القش وهذا كما راكم تشوفوا حطيت الهناية المنظيفات اللي عندي تاع الفريجيدر تاع المرايا بطبيعة الحال هنا كل واحدة كل ما تشوف برودوي مع الوقت تشري 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 حتى انتوا اللي يعجبونها بزاف لك برودوي كل مرة تستعمل واحد هنا قلت لكم بتاع القزاز عندي فليتوكس عندي تاع الكافر تشري عندي برودوي تاع النمال نشري ونخليهم نخطش في الصف ساعة خبز ولا سكر تشري عندكم نمالة او لا كتيرو هذار باطربانة نشتيلي برودوي نحبر ان يكونوا في داري بش كي نحتاج نلقاهم وفي الجهة اللي من هتيا البنات حطيت جعبال حطيت اومو كي ما راكم تشوفوا نشربان عولة برودوي تاع غسيل انا نقول له اومو هو ما هو اومو 今天 نقوله اومو واي سأنني نقول له اساسية اشتركوا هنا اضطيت هذا القرباء اضطيت الجاكس اضطيت الغسيل اضطيتها وفي هذه الفق اضطيتها الشافاء اضطيتها البيضاء اضطيتها ومن هنا اضطيت هذا القرباء اضطيتها اضطيته كيف هو منظم واسع ونظيف هذا من تنظيمات الرمضان نحب ان يأتي ودخل على رمضان يكون ان شاء الله يا رب يكون لش انضيف وشنقي وكل مكبت نظفه ميء نحبه شهر رمضان يكون بحلة جديدة ان شاء الله بيش تكون بداية جديدة وان شاء الله يا ربي في الشهر هذا كيف يكون نوفره الطاقة كامل للعبادة وفي النهار ما يكفيك الوقت لازم تفطروا الصيمين اللي عندكم في الدار لانه ديما نقوله طاولة الافطار تدي عليها اجر لانك رح تفطر تفطر الناس صيمين راكم كاملة على بلكم مش يزعم رمضان مديرين وغير على الاكل لا لا ميمام طاولة على الاكل وح تدي عليها اجر لانه الناس راكم صيمين راح تفطر ايهم يعني اهل بيتك وبطبيعة الحال لا يكفيك الوقت بح تنظفي وديك هوري وكلش من الاحسن انكم ديروا كلش قبل رمضان في رمضان تبقى بغير طيبو تغسلوا هذيك المعنات تصليوا ان شاء الله تختموا المصحف مرة ولا مرتين كل واحدة وش راهينا ويا رب يقدركم حبيباتي هنا كما راكم تشوفوا شريط هذلي بورتمانجي هذا اللي تحطوا فيهم مهوش ليزي بيس لانه كبار تحطوا فيهم القضية تاعكم حمس لوبية سكر قهوة كل واحدة وش تحب تحط فيهم انا كانوا عندي هذا النوع ايام مازالوا عندي نواقة تيامات ونفرغهم ونغسلهم ونعاود نعمر ان شاء الله قضية رمضان ان شاء الله هضركم بارتاجي معاكم قضية رمضان بشكل تدي وافكار وشوفوا معايا كما راكم تشوفوا حبيباتي حبيباتي حبيت نقول لكم بللي بورتمانجي هذا كاليتي تاحهم ما هيش مليحة اخيشفتوهم معايا اسموهم هاوم ولا ملاباليش مي هذو كاليبسو هايلين بزاف شوفوا كيف هيتر سكوتش تاحهم في دقيقة وان فلس براتيك ملفوكي تحلوهم ما يتكسروا انا نعتلكم فيهم كشور السيبور منين يتحلو يتربط على اكس هذو كخيشتو فيها القهوة سي تكسر تبدأت تتكسر يعني ما هيش براتيك وفي دقيقة تتكسر مي هذو ملاح وزيت بزيادة البريتا حمراء وبحض بعضاهم يعني ما هيش زعمة هذو غاليين هذو خاسراء كيف كيف في البري يعني الكبيرة قص الكبيرة وهي ماشية هذو الملاح حاجة عجبتلي فيهم ان هم براتيك كي تبغيوا تسربيوا بهم تسربيوا وثاني يهزوا وعلى حسب الحجم اللي تحبي كانت تع 3 اطرات هذو صار شوفوا 600 كانت تعالى 3.32.2 كي ما راكم تشوفوا اللي هنا قدرت لهم غرسلة مليحة وخليتهم يقطروا بيا المرة جاي ان شاء الله كي نقضي ونبرتاجي معاكم كيف هنظمتهم كيف حطيتهم وش لحت فيهم ضركة نجيو للجزء انتاع الوصفات حبيباتي راح ندير معاكم كبة بالباطاطا على بالي بالبرغ اللي كان بزاف اللي ما تعجبلوش لانه ما هيش وصفة قليدية انتاعنا ولا مول في ناكلوها انا واحدة من الناس جيني شوية فقيلة في فمي مي هذي بالباطاطا تقدروا دورها في رمضان مع سوس بيضة جيب نينة تهبل تبعوا معايا نحبو نحكم وحبها بصلا مرابيا نحين لها المتاحة لحوليها شوية ثوم نحطوهم في الزيت كما كم تشوفون خليهم يتقلوا امليح من جهة خلاف انا يا فورت ولا غليت الباطاطا وش راح نضيف عليها راح نضيف عليها حبها بصلا مقصوصها حبات صغار مقصوصها اطراف صغار ومقلية كما راكم تشوفون مكرم لع ملح لحو عليها شوية فلفل لكحل هذه التبيلة تاع الباطاطا لحو عليها شوية من الكسبر لحو عليها شوية من الملح وشوية من المعدنوس ونخلطوا هذه الباطاطا مع لي زي بي سعفون ومع شوية من المعدنوس وبصلا المكرم لها كل شو نخلطوه ملح مع بعضهم بالنسبة للباطاطا يحب يزيد تابل مفضل عنده ويطلق لوقو يقدر يزيد انا كتافيت بهذا الدوابل نخلط الهنار خليج كامل مع بعضها حتى نتحصلوا على خليج كما حكا بعد راح نجلبوا هذه البصلة وثوم التي تقلعونا لحو عليهم كمية من لحم مرحي هنا انا لحت كمية كبيرة يعني تقدروا نصف الكمية لانه الباطاطا لازم تكون كثرة من اللحم ما خطرش اللحم راح نحطوه من الداخل الهنا راح ندروله التوابل شوية فلفل الكحل شوية كسبر شوية ملح وشوية معدنوس يعني حطينا بصلا وثوم في شوية زيت قلة ومليح نزيد عليهم اللحم والتوابل اللي سميتهم لكم وشوية معدنوس ونعودوا نردوهم فوقنا راح نتبرنا للحم داعنا مليح الهنا بعد ما طابلنا راح ندرول الباطاطا يعني سهلة خلاصة تقدروا تديروها وتجي ابنينا يعني في يوم الايام تقدروا تغيروها هيكا بشي ذا غابتلكم ولا حابين تبدلوا تقدروا تديروها الوصفة هذي في رمضان ان شاء الله إذا حينا ربي كما راكم تشوفوا نحطوا هذه الباطاطا نديروها نفتحوها بالطريقة هذي ونحطوه في وسطها شوية فيونداشي ومبعد نكعبروها بيدينا ومبعد الخير بشوية بركي على الجنة بتخرجوها سوف نعطي لكم الطريقة لتجيكم على شكل كبة هي الكبة معروفة سورية تجيب البرغل وتجيب الفيونداشي من الداخل بالحم هاي لكم و الهناية تديروها بالبطاطا لا تهزلكمش حتى الحم بزاف لانو تديروها بالبرغل تهز بزاف شتوها هاي لكم الطريقة ونشكلوها كما قلت لكم غير تعبزو عليها شوية يعني تضمو عليها شوية منه ومنهيت وهي تشكلتلكم كما رأيكم تشوفو وانتو ما تحصلتو على البطاطان تاكم ونبعد ذلكم نعطي لكم ووش نديرو لها من جهة الخلف انتو ما رأيكم واجتو لعصص بيضة سواب لي شامبينيو ولا بزيتون ولا بيضة حكاك غير شوية كما تحبو الهناة بعدها بعد ما كمناها كاملة راح نجيبو في صحنة نحطو العظام ونحطو فارينة في صحن خلف ووحدة خبز مرحي الهناية يوش راح ندير نحكم مرمدها كامل نرمدها نحطوها كامل مرغوعة في هذه الفارينة كما رأيكم تشوفو حتى نكملو الكميات الكباء انتانا والهناية انتو ما تحكمو في القيسيانية لحسب البطاطا تاكم تحبو بزاف يعني يغليوها بزاف في الماء كما تحبوه على حسب الهناة هاي لكم وبعدها بعد ما راح نكملوها كامل في الفارينة انا حبيت نكملها كامل خير مش مبعد اللوح في العظام بعد كل حاكمها كامل نهزوها نحطوها الهناية في الخبز انتانا ونحطوها تتقلى بالنسبة الهناة كينجي نحطوها تتقلى لازم تحطوها في كاسرول ولا في مقلة تكون غامقة غارقة وتعمروها بسيت لازم الكبه تغطى كامل بالزيت تغطوها الهناية في الكاسرول انتاعي بالطريقة هذي اللي هنا يراني قليت يعني صورت لكم الحبيبات الاخرين كي قريبا نكمل وتخليوها تتقلى و رحتيكم حمراء تغطوها لكم النتيجة و نعطوها لكم كيف جاءت من الداخل دركة الراحو البرق العلنابي انا نحب به يأتي Shoutout Fionnashi هذه هي ريسة اضع لها طماطم جيبنينة كين اللي لا يستطيع فيها طماطم وليس فيها طماطم يعني يتغل في الفيونداشي المهم شوفوا اللي نحن نضع لوراق تالي البيوراق سوف نضع الغراء لانه يجب ان يخفاف وقدر يدكطع لكم ميك يتطير في البيوراق سوف نضع بطاطا بطبيعة الحال مربوزة فيها ملح اكيد لازم بطاطا أنا هذه اللي قمت بها الكبه كيف يضطف الميانين لا يحتاجون بطاطا بطاطا نضع لها رقيقة كما راكم ترون نضع لها قليلة هريسة اللي لا يحب يدير هريسة ولا قدر يدير بعد يأكل سوف نضع لها قليلة على الجناب نضع لها قليلة حبيبات الطماطم قليلة زيتون كل شي يأتي على الجناب نضع حفرة في الوسط هذه الحفرة اللي لوحوا فيها العظمة انتعنا نضع قليلة مدنوس و نضع الطاط واذا عندك فيونداشين سيدتي تستطيع تضع لها فيونداشين بطبيعة الحال و تقليه مع فلفلك أحضر قليلة ملح و يضع قليلة ملح قليلة ملح و تضع قليلة ملح انبعد سوف نضع لها قليلة الفرماج فرمج انا كدرت البوراك زوجتي ايقالي في رمضان نحب كل يوم بوراك عنابي وهناي البوراك عنابي اصلا ما كناش نديروه في الدار نديروه منين ذاك ساعات اطفال المهم راح شوفوا يومية هجره في رمضان هو يطيب البوراك لعنابي هنطيب البوراك العادي لانه هذا يدي وقت يا البنات ما هو البنين صراحة نحبه الاسونسيال نرجع الوصفات لنا نهزو العظمة هذيك نديرو فيها هزيتها درت كيمارا ميديرو شفتم ميديرو ديروها تحكوها كف البطاطا شوية من بعد تسكروه وتحطوه يتقلة وذورك نعته لكم كيف يجيو تسكروها وتحطوها تتقلة في الزك كين اللي حب يقليها ببيض طيب مليح 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 كين اللي حبها نصطياب انا نحب العظمات طيب طيب يا اخواتاتي عندكم زوجتي يحبها نصطياب العظمات لازم تتسايح المهم دركن نعتلكم الهنا نجيو نوجده الطابلة انتانة والهنا كي جيت نوجد الطابلة حبيت نعتلكم هذا التقم تاع المائدة من عند فراشي ماجيك هذي البنات كيسي عليه الماء ويسي عليه ايدا يسي عليه قهوة يعطيكم الوقت به تمسحوها وان بليس شوفوه شهايل جيتام تابع الرمضان ان شاء الله شوفو كيفه جاي في الجون يقدروا ديروه في الصالة في الكوزينة يهبل كما رأيكم تشوفوا هذا النابل الكبير اللي يغطي المايدة شوفو الهنا حبيت نجرب لكم كي تسايحو عليه الماء يعني يعطي لكم الوقت به تمسحوه وان بليس رأي موش جاي بلاستيك ولا حاجة كمعك رايك كوتون مي كوتون الماتير المليحة كيشغل مليحة كاليتي مليحة شوفو ما يخليش الماء يدخل اللي هنا سأجرب لكم بالقهوة انا يحاك ما قلبي ما نكذبش عليكم ما قلت ما عليش خلي جرب لكم شوي قهوة شوفو كيفها تمسحت يعني تعطي لكم الوقت انكم تمسحوها صح 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 وما تضطرش لكم شو بطابعة الحال كدير وغسلة راح يتنحى بالخف هذا من عند فراشي ماجيك فيه كيما راكم تشوفو تراشن كبار ملاح يهبلو يعني على حسب الطابلة التاعك 4 تراشن ولا 6 ويعني هاي اللي بزاف ادخلوه راح تشوفو الموديل عندها وعلى هذه المايدة التاعنا درت شوية شربة ما بارتجيتها معاكم لانه البوراك لازمها شربة وهاي الكبار انتعنا نظر ان نعطيها لكم من الداخل ديكوريتها بشوية مدنوس وشوية قارس انتم ما تزيدون لها سوس بيضة تسربوها عليها ودرت شوية اسلطة والبوراك انتعي رواجت هذه المايدة انتعي كما راكم تشوفو وحطي شوية فاكية والخبز انا في رمضان يا البنات لازم ندير كسرة خصيص يا خميرة قولوا لي انتم ما تفضلوا انا الخبز هو لا ثلاثين يوم ما نحبش الخبز خلاص الا غالب يعني هي قضية والف ما هي قضية لها شوفوا البوراك انتعي من الداخل كيف هجت ماشاء الله وهاي الكبار انتعي كيف هجت وانت فتحت موادو تبعوا الطريقة هذه برق تنجحلكم جاي الباطاطا من الداخل جاي فيها البيونطا شوية تقدروا تزيدوا فرماجة يعني كما تحبون انتعي هنا في الصحراء كما رأيكم ترون اضعت شوية بانان شوية فراز كالقلوبة ونضع هذه الذوب لشوكولة كما رأيكم ترون كما رأيكم ترون اضعت شوية شوكولة برد الحالية حتى ولو كانت صيف ولا تقدروا تزيد الذوب لشوكولة وكي تأكلوا بها الفرعز والبانان تحكموا فيها كما تحبوا انتعي هذه القسيتوني لها من انتباع نشيتها من خلال حبيباتي يعني قبل عرسي شريطها صارحة اضعتها معي كيشفتها اضعت شريطها تضعوا فيها شمعة من تحت ومن فوق تضعوا فيها شوكولة تأكلوا بها هذه تضعوا فيها كنين اشكال ليس غير هذه اشكال اخرين من انا لديها من فيها الملشريطة اللي هنا حبيباتي نكون وصلنا نهاية لفيديو إن شاء الله الفيديو تالي يوم كخفيف أظري فعليكم إن شاء الله عجبكم الوصفة تالي يوم والتنظيم إن شاء الله المرة جايين برطاجي معاكم كيف أكملت الكوزينة مشترياتي مشتريات الخضياتي على رمضان مش ننظم أنا وياكم وحبيت نقول لكم باللي أنا فتحت قناة أنا ونسيبكم هارون هاجروا وحارون تلقوها في التعليق المثبت أنا حتنا فيها أول فيديو انتع خرجها درنا ترند وأصر في التعليق المثبت ضربوا عليها طلا إذا ما كمش مابونين إن شاء الله رح نديرو لكم فيها بزاف فيديوهات كيشغل الأفكار إن شاء الله يا ربي بش تنحيو على بلكم وما محنا ينحيو على بلنا هكذا نبقي لكم بخير ونتلقوا في فيديو قادم بإذن الله ما تنسوش الجامعة محاينكم إذا عجبكم الفيديو تا اليوم سلام